ازايكم? النهاردة عايز اتكلم معكم في حاجة منتشرة بقى لفترة بقى لها كتير الحقيقة بس هي مؤخرا بدأت ان الناس كتير تدور عليها وتبحث عن مصادر لها ولو كان حتى من باب المعرفة بالشيء مش لازم تكون فيها. كنت شايرت مؤخرا سلسلة كده شفتها خطيرة جدا بتتكلم عن ده الموضوع اللي انا جاي اتكلم معاكم فيه النهاردة اختصارا الناس اللي مش عارف ايه هو فيديو ده بتاعك ده معمول عشانك بالزبط تعرف ايه هو بشوية كده وحاجات لطيفة قوي شفتها وبعد كده هعمل لشوية ممكن انك تستزيد منها بقى وتتعلم منها اكتر بالتفصيل بلغات مختلفة خلينا النهاردة اديكم عن كبداية لسلسلة نناو ان انا اكملها ان شاء الله على هي بتكلم عن زي وكسوة حاجات كتير كده عايز اتكلم عليها ان شاء الله بس كل واحدة في فيديو الوحدة عشان الفيديو ده ما يطولش خلينا نبدأ على طول بمقدمة مبدئيا كده هو هي اه من الاركان الاساسية في اي في اي شركة من الشركات دلوقتي هتلاقي ناس كتير او بتتكلم عن موضوع ده سواء على فيسبوك او على تويتر او على اي حد انت متابعه ومن الحاجات الاساسية اللي مطلوبة دايما انك تكون على معارفة بيها لو انت داخل شركة جديدة لو كانت الشركة دي ما بتتطلب شوية كتير اكيد هي بتتطلب فخلينا كده مبدئيا انديكوا مقدمة عنها او اختصار او لخمس كلمات مختلفة او خمس مبادئ مختلفة هي 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 اخيرا هي اخيرا هي اختصارا النهاردة لقيت مقال مؤخرا كده على بيشرح الموضوع ده بشكل هستعين بيه النهاردة في ان انا هستعمل الخمس صور بتاعتهم هايل جدا عشان نفهم بس امتى المبدأ ده وامتى بنقدر ان احنا الموضوع ده او بنعمل منته ازاي المبادئ ديت بشكلها الحالي اول مرة كان حد يتكلم عنها بالشكل دوت يعني كان روبرت سي مارتن اللي هو المشهور بانكل بوب وبعد كده بدأ ان هو يأكد عليها في المقالات بتاعته في الكتب بتاعته بشكل آآ واسع جدا لغة لما الموضوع انتشر واشتهر وبقى كل الناس بتقدر ان هي هتأدابت هو ايه فايد تبعني ان انا اتعلم السولد ديت رقم واحد هو ان احنا نافويت حاجة اسمها كود سميل هي حاجة كده اللي هو لما حد يتكلم كلمة وتلاقيه بيتكلم بلهجة مختلفة فانت في النهاية بتلقطه سهل جدا انك تلقط اللهجة المختلفة على انك تلقط الحاجة الكويسة فالكود سميل هو حاجة في الكود انت كأنك بتشمها كده هي فيها حمضانة حيطة الكود دي مش لطيفة مش ماشية صح فانت بتقدر ان انت تافويد الحاجات دي لو انت تتبعت حاجة زي فيه برضو انك تعمل للكود بشكل اسهل وابسط على فلو الكود ده انت متوقع ان هو يحصل بعد كده لو انت بتطبق الموضوع ده هيكون اسهل وابسط بشكل كبير جدا ده بيساعدك كتير جدا ان انت برضو لو انت بتعمل حاجة تكون بتعمل بشكل او زي العجائل خلينا نبدأ عطول معنا اول معنا هو وده ببساطة ان انت كل بتعملها في بتاعك انت محتاج تخلى لها يعني خصائص معينة او حاجة معينة هي بتعملها بمعنى ان انت ما تروحش تعمل كلاسية بتكون اه بتعمل مسلا وتقول انا هعمل كلاسية واحدة فيها للبيع وفنكشن للشرة وفنكشن بتحسب مثلا وفنكشن بتحسب كل ده جوا كلاسية واحدة ده غلط ده كده انت مخلتهاش انت في الحقيقة في كل ديت روح تعمل كلاس مختلفة ليه ليه الموضوع ده مفيد وليه الموضوع ده مهم اولا ده بيفيك جدا في موضوع لان انت دلوقتي لو بتعمل هو بتست جزء معين من الكود بتاعك والي يكون دي او الكلاسية ديت فانت بتصعب الموضوع لو حطت كل ده كلاسية واحدة انك تعملها كده تعمل لحاجة مشهورة برضو في انت دلوقتي لو خليت كل واحدة بتكونسرن بحاجة واحدة خليت سهل جدا خليت بقى في لو انت غيرت بتاعت اللي بتحسب مثلا لسبب ما انت مش مضطر انك تروح تعدل في الكلاسية اللي بتعمل حاجة كتير تانية انت هتروح بس للكلاسية اللي بتعمل هتعمل بتاعك فالكود يبقى فيه اجزاء صغيرة كده لوحدها بتعمل حاجات معينة لها تقدر تعملها ببساطة بعد كده الكلام ده بنسبة برضو للناس اللي بتعمل ممكن تطبق فكرة دي نفسها على فكرة الفكرة نفسها اعتبر ان ده ما تعملش بيعمل مليون حاجة اعمل الصغير كده وده بيتطبق في حاجة زي كده ممكن اتكلم عنها فيديو مختلف لو انتو حابين اكتبوه لي في تحت الفيديو ده ممكن ابقى عمل فيديو تاني عن بس يعني اختصار انت بتورجنائز الدنيا وبتسهل التستنج وكل حاجة خلينا نبص سريعا على شكل الموضوع دوت في كده يبين لك بالزبط ايه فايدة الموضوع ده وازاي ممكن تعمل زي منتو شايفين قدابكم كده ده الجزء العشمال ده بيفيولات فجرة بيقول لك ايه في كلاسية واحدة بتعمل كل الحاجات دي النحية التانية عشان خاطر تطبق زي ما احنا قلنا انت تعمل كلاسية بتعمل حاجات مختلفة لو في بينهم حاجة ان هما بني قدمين بتعمل كلاسية هي اللي فيها الحاجات ان هو بيقدر يمشي وبيتكلم وبيأكل وبيشرب وهكذا وبيتخليهم كلهم يورسوا منها لكن ما تعملش كلاسية واحدة بتعمل كل دي نعمل كلاسية بتعمل شيف درايفر وبيتر ده ببساطة جديدة المبدأ التاني اللي معانا هو مبدأ ده مبدأ آآ لطيف قوي بيتكلم على فكرة انك ما تعملش كل ما تعوز تغير او تضيف فيه تروح تعدل فيه هو نفسه بمعنى ان الكلاسية اللي انت تعملها لو هي بتعمل آآ مسلا اسمها والهيومن ده بياكل وبيشرب وبيمشي مسلا وانت عايز تعمل له آآ فانكشنالت جديدة ان هو بيغني ما تروحش تعدل في نفس الكلاسية اللي بتعمل ان هو بيغني لأ المفروض ان انت تروح تعمل للكلاسية ديت بانك تروح تخليها تعمل فانكشنالت جديدة اللي هو بيعرف يغني فكرة انك جواها دي فكرة دي فكرة غرط ففكرة ان هي لاسم المبدأ كده بترشد ديه بس خليه ان هو الناس تقدر انها تعمله وانها تقدر تضيف عليه دي نفس الفكرة بزبط لو انت عايز تطبقها على اللي انت بتعملها اللي كل الناس بس عاملها على او اي كان اللي انت بتعملها انت بتخليه طول الوقت الكود بتاعه هو هو في النهاية ولكن بيكون للموديفكيشن جواه هو نفسه خلينا نبص على برضو هيسهل الموضوع كتير زي ما احنا شايفين قدامنا هنا هو ده خلينا نقول ان الجنب الشمال ده هو اللي بيفاوليت بقول لك ايه ففي النهاية لو انا عايزه انه هو كمان هنعمل ايه بيكون في بس في النهاية اللي قدامنا ده راح جاي عامل شايل منه السكينة اللي بيقطع بيها وحط مكانها آآ ديت آآ ده غلط ده ما ينفعش انك تعمله ده مش صح انك تموديفايل خلاص لو انت عايز تضيف او تغير الفنكشناليتي اللي هو بيعملها لأ هو المفروض طول الوقت لو هو بيعرف عشان خطر كمان لو في احد بييوز انه هو ما ترغيش تعمل تخليه بيبنت على من الجنب اليمين الصح ان انت تعمله تخليه بيعرف وكمان بيعرف في بنت فمسك ده في اليمين وبنت في الشمال الموضوع ده لطيف قوي ولازم انك تستمر بانك تعمل ده عشان ما تبوصش الكود لناس ثانية بتيوز بتاعتك او الكود بتاعك في حتة ثانية انت مش عارف هو فيه المبدأ اللي بعد كده اسمه وهو نسبة لعالمة اسمها هو مكتوب انها امريكية بس في الحياة اسمها يدي روسي شوية هي في النهاية المبدأ ده بيتكلم عن ايه طبعا عندنا في عندنا في بيكون وفيه كلاس بيكون مفروض ان ده بيكون في كل الخصائص بتاعت ففي النهاية المبدأ ببساطة لو انا عندي ده مستخدم في اي مكان وشلت وحضيت معا مكانه مفروض ان ده ما يعملش اي مشاكل يكون بيعرف يعمل كل الحاجات اللي بيعملها فبنعمل تغيير ما بين في النهاية ده يقدر يعمل اللي بيعمله ده ببساطة المطلوب تعمله فالشايد مفروض ان هو ما يعدلش في اللي بيقدر يعمله البرنت بشكل كبير بحيث ان هو يقدر يسبستيتيوته في اي مكان احنا بنيوز فيه البرنت من غير لغبطة خلينا نبص على الفيجوال حنفهم الوضوع اكتر شوية عندنا هنا يعني برضو اللي عمل الفيجوال ده قطيف قوي عمل قصة كده ان فيه واحد اسمه سام هو مفروض ان كوفي ميكر وعنده ابن اسمه ايدن ده ابن سام فانعتبر ان ده البرنت كلاس وده فاي حد بيطلب من سام ان هو يعمل كوفي بيقدر يعمل كوفي شكرا تحت بقى فيه مسالين مثال العشمال ده هو والعليمين ده هو الحل اللي انت مفروض تعمله في عشمال قال لك ايه ايدن انا محتق اه سام مش موجود ايدن ده ابن اه سام اه لتشايد كلاس سام مش موجود ممكن تعمله كوفي بيقول له ايه اي كانت ميك كوفي انا مقدرش اعمل كوفي بس فيه مياهة فطبعا ده مش صح يعني اه من الناحية اليمين بقى مفروض ان هو هاي ايدن سام از نوت هير اه كان يو ميك مي كوفي تقدر تعمل له كوفي شور كوفي اهات ليه لان هو بيقدر ان هو فيه كل الكلاسات بتاعت بيرنت وهو ما عدلش في الكلاسات اللي البيرنت بيعرف يعملها فقدر ان هو يعمل سبستيتيوشن لبيرت مسال بسيط قوي ولكن سهل ويقدر ان هو يوضح لك القصة بشكل كبير جدا المبدأ اللي بعد كده هو اسمه انترفيس هو معناه انه بدل ما تعمل انترفيس كبيرة جدا فيها كل اللي انت عايزها في بتاعك وتبدأ تخلي كل كلاسات ديت لأ ببساطة انت هتعمل مختلفة كل واحدة تكون مختصة بحاجة معينة وتخلي كل تعمل ايه المشكلة في الموضوع ده المشكلة ان انت لما تعمل وتطلب من او مثلا وتبدأ تخلي حدي ممكن يكون في الكلازات ديت في الانترفيس ديت في المسال مسلا اللي احنا قلناه ان مجد ان هو بيقدر ان هو شيف والكلام ده تخليه يعمل كتير جدا جوا الكلاسات ديت هو مش محتاجها في الوقت الحالي فال לי نفترض مسلا ان اللي عايز يعمل دوت عايز حدة ان הוא بس بيعرف في يطبخ ففى النهاية انت لو عملته كلاسات كبيرة يعمل لها فيها كل الكلام ده هوة هو مجبر ان هو بيعمل كله ده مش صح دة بيعمل كده مشكلة ان الانترفيس بقت شاملة حاجات كتير قوي ده بيخلي ان بتاع كل الكلاسز مليانة مالوش اي لازمة وبيعمل مشكلة بعد جدا ان الانترفيس دي نفسها لو غيرت جزء منها انت محتاج تروح تغير كل حاجة انت غيرتها في الانترفيس في كل الكلاسز اللي عاملة من نفس الانترفيس دهوت فمهم جدا تبقى انت عارف ان الانترفيس ديت تحتوي بس الحاجات اللي انت عايز ترغم اليوزر بتاع الانترفيس او ان هو يعمل لها ما تزودش حاجات على قد ما تقدر وخلي الحاجات اللي موجودة فيها هي الحاجات المطلوة بس طب عايز تعمل الموضوع ده وفيه فعلا كلاساية بتستعمل كل الحاجات دي اعمل مختلفة وعايز تعمل كلاساية بتعمل الكلام ده لسبب من ما برضو معين ده بيفاوليت اول عندنا لكن تمام لو انت عايز تعمل ده روح اعمل اه بتجوين كل دي في مكان واحد بس المبدأ هو ان انت تقسمهم حتة وتخلي كل كلاساية تعمل بتاعتها بس من غير ما تعمل حاجة هي مش محتاجها في الوقت الحالي موضوع بسيط قوي خلينا نبص على بتاعه عشان خاطر نفهمه بشكل اكبر عندك هنا هوت مسلا يالك ايه في الاكسرسايز لو هاتم عندنا كلاساية بتقول ايه او 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 بيقول او بيقول ده الحاجات اللي هو بيقول لك ايه في كده كل الروبوتات بتعمل تلات حاجات دي ففي واحد منهم عنده انتنة تاني ما عندوش دي كده مشكلة انا ما عنديش انتنة يبقى انا كده ايه اه مش بتتبع ده او انا مضطر ان انا اه او واجل اتنة وانا ما عنديش انتنة طبعا اعمل ايه دي مشكلة العليمين دية الطريقة الصحة ان انت استعمل فيها المبدأ بتاع هو اه انك اه اه روبوتز زات كان انا انا او ايه لانتنة فكده اللي معندوش انتنة مش هيبقى عندو مشكلة اللي عندو ارم هيقدر ان ليه روتيتوه اللي يقدر هيقدر وكذا لو بتعمل كده زي او اللي انت بتدهله بتخلي اللي عندو قدرة بس يعمل حاجة معينة هو اللي هيقدر يعملها مش لازم كل اللي عندهم آآ اللي هما روبوتس يعملوا كل الحاجات ده هاي. لعن الشمال ده وحش ده علي مين ده لطيف. حاول تعمله بعد كده. المبدأ اللي بعد كده والاخير هو 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 المبدأ الخامس والاخير آآ يعني ايه بمعنى ان انت لما تكون عندك برضو خليباك همناتكلم كل حاجة لان هو اسمه انت دايما عندك الفكرة ديت ولكن ده بيتطبق زي ما قلت على آآ اي حاجة في 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 فرانتين في في واتيفر حاول تطبق الكلام ده في كل بتاعت القادر الامكان. يعني ما تخليش ما يقدرش ان هو يعمل آآ آآ فانكشنالية معينة غير في وجود معين يعني آآ بمثال بسيط جدا لو دوت بيقدر ان هو مسلا يعمل يحسب آآ مسائل المرتبات اخر الشهر وهو معتمد بشكل كبير على ان في آآ كلاساية بتانستيتيت منها هو اللي بيحسب كل الحسابات ديت. معاها يعني لو الكلاساية ديت ما عملتش من مش هيقدر يعمل الموضوع ده. دي مشكلة كبيرة جدا. مفروض ان هو دوت ما يعتمدش بشكل كبير على كلاساية بعينها. مفروض ان هو يكون مستعد ان اي كلاساية لو شلنا دوت وحطينا حاجة تانية او ده مش موجود اصلا يكون يعرف يعمل من غير ما يعتمد على بتاعت اللي تشايد كلاس. ما انه يكون ده واضح جدا. خلينا نبص على هيوضح الموضوع بشكل كبير جدا. يلا بيت. زي ما نشاهدين كده قدامنا الكلاساية او الروبوت بتاعنا بيقول لك ايه ايه اي كان كات بيتزا او اي كات بيتزا وز ماي بيتزا كاتر ارم. بيتزا كاتر ارم دي تعتبر هي اللي اللي عامل ليه. فكده هو بيقدرش يقطع غير بايه بالبيزا كاتر ارم. اللازم يكون فيه بالاسم ده أو بيمبلمنت القصة دي بالظبط علشاء قطر يقدر يعملها العليمين ده هو الصحي فتقدر ان انت تكات بيتزا باي حاجة اي تشايلد كلاس يبقى خلاص بغض النظر عن ان هي الكاتر ارم ولا لا فزا ما نشاهدين كده العليمين هو مش اتاتشد لحاجة هو هيقدر يقطع باي حاجة ان شاء الله حتى من غير طول معينة بس بالكاتر بتاع البيتزا او باي حاجة تانية هيقدر ان هو يقطع باشكال مختلفة بغض النظر عن بتاعته بس هو ده جده يعني سريعة ايه هي وليه بنتبعها وايه لازمتها ونفهم بس من برا كده لو انا طبعت ده انا حستفيد ايه طبعا مش عايز اقولكو ان كل الحاجات دي كل اللي بيقولوها ناس جربوها قبل كده وتعاملوا بيها نفس فكرة اللي كلمنا عنها في فيديو قبل كده ولكن لو ما اتبعتهاش مش هتبقى مصيبة يعني انت بس هتلبس في حاجات قدام فاحنا بنقول لك يا جماعة احنا قابلنا للمشاكل دي قبل كده يا ريت هحاول تتلافها بانك تعمل واحد اتنين تلاتة تيمشي على وحتلاقي نفسك ان شاء الله بتتلافة كتير من المشاكل ديات قدام شوية آآ تاني ما تبقاش متعصب للحاجات ده هيت وتجنب ان انت تكون صارم جدا في الحاجات دي لان الحاجات دي هت في النهاية زي ما قلت فممكن توصل لمرحلة كده في ناس بيقول علي ايه انت متطبق السولد زيادة عن اللزوم لدرجة ان ده ممكن يخنق التيم بتاعك لازم انتو تتفقوا مع بعض هتطبقوا سولد هتطبقوا ايه هتسيبوا ايه هتبقوا عندكم سماحية انكم تتفوتوا قد ايه لان الموضوع ما يبقاش يعني هو مش قرآن هو انت لازم في حاجات انت هتسيبها على جنب في حاجات هتبشي عليها في حاجات انت هتبقى صارم جدا ليها آآ في حالة ان انت حاسس ان دي هتسبب مشاكل قدام شوية لو انتو مش ماشيين سولد عندك في الشركة تقدر انك تقدر الموضوع ده للتيم بتاعك للتيم بتاعك عموما تعمل توريهم الفيديو ده تقول لهم ان في حاجة اسمها سولد لو احنا طبقناها هنستفيد شوية حاجات طبعا الفيديو ده سريع ما فيهوش اي ما فيهوش اي حاجة بامثلة وعشان كده كنت بقول لكم ان فيه فيديو او فيه سلسلة او فيه سلسلة يسأل حقيقة كتير او بتكلم عن السولد موجودة على اليوتيوب فيه سلسلة منهم انا شفتها ونشرتها مؤخرا على بتاع سلسلة لطيفة بس يعني ده بيخش في العمق شوية وبيوريك بامثلة بسي شارب وحاجة كده بحط لكم اللينك بتاعها ان شاء الله تحت الفيديو دوت واحط لكم اللينك بتاع الارتكل ده يعني هليني ووريكم الارتكل الارتكل لطيف قوي ويمكن مشهور جدا كمان آآ يمكن واخد انت اربعة وتلاتين الف كلاب ده رقم آآ كبير يعني هو بيشرح الموضوع واحدة واحدة وبيديك سامري كويس بشكل لطيف جدا ويمكن هو يعني جديد نسبية لمواج قديم يعني معمول سنة الفين وعشرين يعني في مايو بقى لسنة تاري هحط لكم اللينك بتاع الارتكل ده واللينك بتاع السلسلة اللي قلت لكم عليها وكم لينك تاني كده لطيفة ولو انت عايز تتزيد في الموضوع زائد هحط لكم اللينك بتاع الكتاب بتاع آآ لو انتم عايزين تقروا بقى يعني الناس اللي غويين قراءة حينبسطوا جدا من الموضوع ده ان شاء الله بس شوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد و السلام عليكم